نقل للقاء مهم أكيد لقاء القمة أو قمة الإسبوع في الدور الإنجليزي لقاء تشيلسي ومان سيتي وعايز أبدأ بالحالة الفنية اللي عملها أو خلقها تومستوخ الواحد من المدينة الفنين الألماني الجيدين اللي عنده فكر تدريبي مختلف والطريقة الفنية اللي بيلعب بيها أنا دايماً بيحب يلعب بتلات مدافعين منهم واحد بيجيد يعني التحرك أو طلاب الكرة وهنا كلامي على سيزر أسبليكوت صحيح بالإضافة إلى يعني خمس لعبين في الوسط ولكن النهاردة بعد التشكيل اللي أعلن يعني وجود ثلاث لعبين في الوسط كانتي وكوفازيتش وأخيراً جورجينيو مع وجود طبعاً طرفين ماركوس ألونسو ناحية الشمال وريسا جيمس بالإضافة إلى النهاردة المفاجأة استبعاد كاي هافرتز وتعويض غياب مونت باللعب فيرنر رأيك في التشكيل ومدى الفرص أو الحصوص اللي عند تشيلسي أنه هو يتفوق على مان سيتي طبعاً تخيل حالياً فعلاً من أفضل مدربين في العالم المراجل يشتغل من يعني خاد السلم من أوله وبدأ في فرق زي ماينز دورتموند بريسا الجرمان وصل لتشيلسي في صرف فترة صغيرة جداً حم نتكلم دلوقتي تشيلسي يعتبر أفضل فريق في العالم بش بس أفضل فريق في الدور الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا عنده لعبة كويسة جداً وفعلياً هو بيلعب بطريقة اللي هي طريقة 3-4-2-1 أو طريقة 3-5-2 زي بيلعب بيه النهاردة هي مش طريقة دفعية يعني الناس كتير كان بتتكلم تخيل بيلعب بـ 3 مدافعين 5 في خط الوسطي بأحلى متوقعين اللي هو بيلعب بطريقة دفعية لا حتى فترة طاقه في الأخيرة لويس فنجال هو أحد أعظم المدربين في العالم اتكلم أن طريقة لعبة 3-5-2 مش طريقة دفعية أنت في نفس الوقت الطرق مجرد أنت بتخط أرقام إزاي بتهاجم إزاي بتستغل المساحات وبالتالي أنا ما شوف طريقة لعبة 3-5-2 مع تخيل قدام فريق زي الستي هي طريقة مميزة جدا ليه؟ لأن فريق زي الستي دايما حتى لو هو مش في أفضل حالاته بيه هجمك حتى لو هو مش في المرشح الأول للفوز بيسيب مساحات في الملعب يعني لك أنت تخيل مثلا في نهاية دور الأبطال السنة اللي فاتت مطش نهاية دور الأبطال وهدف التقدم أو هدف الفوز لتشيلسي على مانشستر سيتي كان جاي بهجمة مرتدة كان فيه مساحات كبير في الخلف وبالتالي أنا بشوف أن طريقة لعبة تخيل اللي هي 3-5-2 مع منافس زي جورديولا أو فريق زي مانشستر سيتي هي الطريقة الأنسب والدليل على كده أن في آخر 3 مطشات بين الفلقتين رغم اللي الستي كان المرشح الأول للفوز إلا أن 3 مطشات دوري وكاس ودوري أبطال تشيلسي هو اللي كذبان وحتى النهاردة على الورق تشيلسي هو الأرب ما سستغل أن أنت معايا النهاردة بقى والحديث على 3-5-2 طيب يعني أنت بتقول هي مشترية دفاعية أو النقاط بيقولوا أنها مشترية دفاعية بس أنا عندي هنا سؤال بشقين يعني تفضيله أن هو يلعب بماركوس ألونسو على حساب بين تشيلول واحد من نجوم ليستر سيتي اللي انتقل لتشيلسي وكان بيقدم أداء كويس مع لامبرد يعني تشيلول لو هنقرنه بألونسو عنده النواحي الهجومية أكتر بكتير من الدفاعية ولكن هو دلوقتي يفضل ألونسو عليه طيب لو أنا هلعب بنفس الخطة 3-5-2 بس هشيل الطرفين خالص اللي هم أساساً أظهرت جنب اللي هم ريس جيمس باكي مين وماركوس ألونسو باكليفت ولعبت مثلاً بكاي هاورتس وحجيم زياش الخطة ممكن تتأثر بشكل كبير في الملعب أعتقدر هتتأثر للسبب واحد الخطة 3-5-2 هي خطة مميزة وزي ما قلنا اللي هي فيها مساحات كويسة خاصة أن أنت بتلعب باتنين على الأطراف لما مهاجب من اتنين المهاجمين بيتحولوا على الطرف انت بتعمل موقف اتنين لواحد بتخلق تفوق عددي ونوعي على الأطراف لكن في نفس الوقت لما بتلعب باتنين بقى أجنحة صريحة زي هفيردز أو زي حكيم زياش اللعبة دي قوتها الدفاعية أقل كتير من الأظهرة أو الوينكي باك بالتالي انت بتتحول هنا بفكرة اللي انت بتلعب بتلاتة تلاتة تلاتة يعني تلاتة اتنين خمسة ببقى فيه عندك التنين أطراف هجوميين جدا طب فحالة التحولات السريعة بيبقى فيه مساحة كبيرة عند السلاسة الدفاع مش هيقدر يغطوها لوحدهم وبالتالي وجود واحد زي ألونسو أو بيت شيلو اللي واحد فيهم طبعا بالتأكيد والناحة التانية جيمس اللي أنا بشوفه حاليا من أفضل الأظهرة في الدولة الإنجليزية أو أفضل الأظهرة في العالم فالصات اللي هو قوي دفاعيا وبيقدر يوقف بشكل كويس صغير في السن يعني هو لعيب تقدر تلو عليه نص مدافع ونص زهير أيضا في الحالة إن جيمس أو ريمس جيمس بيطلع قدام بتلقى أسبالكويت هو اللي بيغطي الناحة التانية أيضا ألونسو بيطلع قدام بتلعب بالتلاتة في خط الوسط النهاردة عكس اتنين فعندك لعيب بوسط زيادة اللي هو كاسحة الألغام اللي هو كانتي يقدر يغطي على يمين واليسار أنا بشوف الاتنين اللي هما سواء شيلويل أو ألونسو مع جيمس يعني يحرجك ويخنوقك في الملعب فبالتالي إن أنت تلعب باتنين أظهرة أو اتنين وينجي باك أفضل على مستوى التوازن خاصة في التحولات أو المرتدات لابع النحية التانية منشستر سيتيو بيب جارديولا والتشكيل أيضا اللي أعلن يعني الأبرز هو غياب جندجان وجود أيضا ثلاث لعبين في خط الوسط رودري وفي كيفين دي بروين وفي الفودن بالضافة إلى بيرناردو سيلفا ومعاهم أكيد مهاجم جابريل جيسوس وجاك جريل شايف التشكيل ده ممكن يعمل حاجة مع القوة الدفاعية كبيرة اللي موجودة عند تخل وفريد شيلسي النهاردة أعتقد اللي هو جارديولا نازل النهاردة متخفص بعض الشيء يعني اللي هو بيلعب مثلا يعني كان ممكن يبدأ بمحرز على سبيل المثال لكن هو فضل لعبزة بيرناردو سيلفا مع لعبزة جريلش وقدام خيسوس لأنها لعبة دفاعيا أفضل يعني فعليا لعب زي بيرناردو سيلفا في ميزة كبيرة يعني هو كان عايز يمشي في الصيف اللي فات لكن من مصلحة منشستر سيتي اللي هو كامل لأنه هو في ميزة عن معظم أجنحة أو لعبة الوسط في فريق منشستر سيتي إنه قوي في عملية الضغط سريع جدا ممكن يلعب على الوينج وممكن نفس الوقت يلعب في قط وسط فبالتالي الطريقة اللي بيلعب فيها على الورق 4-3-3 لكن أعتقد أنهم يعني من غير الاستحواز هيلعب بـ 4-4-2 منشستر سيتي هيحاول جورديولا اللي هو يخط أكبر عدد من اللعيبة في منطقة الوسط هو كان متوقع أعتقد أن تشيلسي النهاردة أو تخيل هيلعب بتلاتة في خط الوسط اللي هو مكوفازيتش وجورجينيو واللعيب التالي اللي هو كانت إيه فبالتالي وجود بيرناردو سيلفا هو على الورقة هيكون جناح لكن أنا شايف في الملعب هيبقى هو لعب الوسط الإضافي مع فودن مع دي بروين مع رودري المعركة هتبقى في خط الوسط اللي هيسيطر أكتر على المنطقة دي هو اللي هيبقى ليه صاحب اليد العليا لكن اتنين لعيبة في تشيلسي أو لعيب اللي هو لوكاكو ومعاتي موفيرنر طبعا أنت قلت اللي هو مفاجئة اللي هو ما يبدأش بها فردس ودي حقيقة لكن فيرنر رغم اللي هو لعيب بيضيع كتير لعيب ما تصقش فيه لكن فيه ميزة اللي هو في المساحات لعيب كويس جدا ولما منشستر سيتي بيلعب دايما أو بنسبة كبيرة من المنشاط بتاعته بخط ادفاع متقدم فالعيب زي لوكاكو والعيب زي فيرنر هيكون اللي هم يعني ايه أنا أتوقع اللي هم ممكن يبقى يشكلوا خطورة كبيرة ويكونوا كلمة السر طيب يعني نتكلم شو عن الموجهات السنائية في اللقاء يعني اتكلمنا على فكر الكلا المديرين الفنين سواء تخل مع تشيلسي أو بيب جارديولا مع منشستر سيتي في بعض الموجهات السنائية اللي ناس متستنية تتفرج واحد من أفضل المدفعين البرتغاليين حاليا هم فيه الكرة الروبية روبين دياز ويمكن هو الوحيد في تشكيل بيب جارديولا اللي دايما تبص لايه اسمه موجود ناحية تانية واحد من أفضل المهاجمين لوكاكو شايف الموجهات السنائية هتكون عاملة ازاي ونوع الرقابة اللي ممكن يعملها دياز على مهاجم بيتماس بالقوة بالسرعة وبالهيدرز بيعمل كل حاجة تانية طبعا يعني فعلا لوكاكو يعني خرج من الدولة الانجليزي كمهاجم فوق المتوسط رجع لهم مهاجم مرعب مخيف روبين دياز وأفضل مدافع في فريق منشستر سيتي أعتقد أنه هيواجد يعني هيواجد معاناة كبيرة جدا مع لعيب زي لوكاكو حتى هم لعبوا لما لعبوا في ماتش البرتغال وبلجيكا في بطولة أوروبا الأخيرة وجد معاناة كبيرة جدا لأنه لوكاكو لعيب حاليا فنيا جيد لكنه كمان عنده ميزة كبيرة اللي هو قوي جدا بدنيا وتطور جدا في الفترة الأخيرة مش بس على مستوى الأهداف لكن كمان في مستوى صماعة الفرص أنا بشوفه الطريقة الرئيسية في اللعب مع لعيب زي لوكاكو إن اجتمنعه من إسلام القرى زي ما عملت بالزبط منتخب إيطاليا في ماتش إيطاليا وبلجيكا في اليورو لكن غير كده هتلاقي لعيب زي الصور اللي احنا مطلعينها اللي هو لعيب في المساحات لعيب سريع لعيب قوي ده ماتش أستون فيلا تقريبا في بطولة الدولي هتلاقي هم سابولو مساحة ودي طريق الدفاع السيتل اللي هو الدفاع المتقدم إذا روبين دياز أو وارديولا لعب بالطريقة دي مع لوكاكو أعتقد اللي هو هيعاني كتير جدا لأنه لعيب لما بتديله المساحة لما بتديه الوقت اللي هو يستلم ويسلم أعتقد بيبقى خطير جدا أصبح عنده ثقة كبيرة اللي هو بيشلعيب بس بيلعب برجله اليسار لكن كمان بيلم بيسدد في ميزة تانية كمان في العيب زي لوكاكو إنه بقى بيوجه المهاجم اللي معاه اللي هو تيمو فيرنر بمعنى إنه لما بيلعب مع مهاجم تاني وده استفاد أو بالزبط الكرة دي هتلاقي اللي احنا يعني رافع ايده اليمين اللي هو بيقول لفيرنر أو المهاجم اللي معاه اتخرك في الحتة دي عشان تديني المساح وبالتالي الجزء ده بالذات اتعلمه في إيطاليا مع كونتي لما لعب مع روبيرتو مارتنيز عشان كده بشوف اللي روبين ديازة هيبقى عنده معاناية كبيرة وعنده مشكلة كبيرة جدا لما يلعب مع مهاجم قوي جدا زي لوكاكو خاصة لما يكون معاه مهاجم آخر زي تيمو فيرنر فبالتالي المطشة هيبقى خرب بين الاتنين واعتقد بإم ديازة يبقى محتاج مساعدة جبيرة او من الخط الوسط مساعدة جبيرة من زملائه اللي هم هيقللوا فرصة استلام لكاكو للكورة